الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنظر الخضر الجميل الذي يذكرنا بجمال قلوب المشاهدين يذكرني بمشكلة العصر وهي التوتر التوتر الحاصل عند الناس عجيب أمريكا تنفق 100 مليار دولار لمعالجة المتوترين الأمريكيين سبحان الله يعني الأمراض النفسية التي تعصف بهم اللي هو القلق حالة القلق حالة التوتر عدم الوهنينة عدم وجود السكينة ضياع الهدوء النفسي سبحان الله ويوجد العلماء كثير من علماء النفس والعلوم الأنسانة وغيره يحاولون يجدوا حل لهذا التوتر ويضعوا حلول زي جلسات الاسترخاء ومثل هذه الأمور وأخذ النفس العميق وترتيب الشحيق والمشي الكثير هذا شيء طيب طبعا لأنهم دلتهم فطرتهم على بعض من الحلول لكن هذه ليست حلولا الحل الأساسي خالق الإنسان هو الله وهو أدرى به وأعلم بما توسس به نفسه فأنت روح للمنبع بمعنى أنا عندي تلت علاجات واضحة مش عندي يعني إنما في كتاب الله خرناها من كتاب الله عز وجل يعني هذا العلاج الناجح تلت ركائس الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن الخلوب لأن التوتر يبدأ من اتزاز القلب واضطرابه وعدم طمأنينته فبذكر الله تطمئن الخلوب لكن لا تأخذ ذكر الله على أنه مجرد علاج يعني أنه مجرد دواء لا خلي ذكر الله عبارة عن يعني غذاء لك يعني مش الذكر اللساني فقط لا شوف ذكر الغني أن ينفخ المال ذكر صاحب الجاه أن يفتح أبواب الناس ذكر القاضي أن يكون عادلا ذكر سبحان الله الموظف أن لا يكون مرتشيا هذا هو الذكر ذكر المرأة هي حسن تبعه لها ذكر الرجل هو الاحتواء والقوامة الحقيقية والكرم مع الزوجة ومع الأولاد ذكر الأولاد البر ذكر الوالدين الرعاية والحنو وحسن التربية هذا كلام مهم يعني ألا بذكر الله الذكر بمعناه الواسع أن تكون جزءا من هذا الكاون لا تظلم لا تفسد لا ترتزق من حرام هذا كله نوع من الذكر ألا بذكر الله تطمئنه القلوب هذه هي الركيزة الأولى الركيزة الثانية قل لن يصيبنا أو العلاج الثاني قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لأن الله خالق العبد هو أرحب به من أبيه وأمه فنأتي للولد الصغير بالطبيب يعطيه حقنة تؤلم هو لخصور عقله يظن أن أباه يضره أو أن الطبيب يؤذيه لكن لو كبر يفهم أن هذا في مصطحته وأن الابتلاء إنما هو في مصطحة العبد الأمر الثالث ومن يتوكل على الله فهو حسبه أنا لو توكلت على بشر مه مكان قد يقال من مكانه قد يموت قد يسافر قد لا أصل إليه لكن وتوكل الحي الذي لا موت بهذه الثلاثة يعالج التوتر تماما أما أن أنا أريد أن أسير حياتي وفق القلم والكتابة لا 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 القلم خطأ أقدارك وما عليك إلا أن تتخذ الأسباب وتعمل دراسات الجدوى وتعمل خطوات وإيدة في الحياة تعمل سبحان الله نجاحات مبنية على دراسات وعلى علم فالله سبحانه وتعالى أسأل الله أسأل أن يعني يهدئ النفوس ويبعد التوتر وتصير النفوس مطمئنة بذكر الله وموعود الله متوكلة على الله علمت أن ما أصابها يعني لم يكن ليخطئها وما أخطأها لم يكن ليصيبها وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبها هذه الأشجار كله هذه الخضر مسبحة لله ليه؟ لأن هذا هو مهمتها في الحياة تخرج لنا أكسجين سبحان الله العظيم وتعطينا هذا الأكسجين من رزق الله مجانا لا تطالبنا فيه بأجر فأنت تطالب الناس بأن تعاملها معاملة حسنا وتأخذ أمامها مقابلا أبدا المؤمن نافع كالغيث أينما حل نفع وما عليك إلا أن تزيل التوتر الذي عندك بهذه الثلاثة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل مريض نفسي ومتوتر وقلق ويجعله مطمئنا بموعود الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته